بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رجال من القرآن في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن ذي القرنين ذلكم الملك العادل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء سببا لم يكتفي ذي القرنين بما أعطاه الله من هذه الإمكانات ومن هذه النعم بل إنه أخذ بها فأتبع سببا يعني القرآن بيقول آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا يعني توكل على الله وأخذ بالأسباب التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية تكلمنا يعني إن في أمم كثيرة ومؤرخين كثر ينسبون ذو القرنين إلى أكثر من مكان البعض ينسبوا إلى ملك من ملوك حمير والبعض تكلم أنه إخناتون والبعض قال أنه الإسكندر المقدوني الإسكندر الأكبر والبعض قال بأنه إخناتون والبعض قال بأنه كرش الكبير كل هذه الأمور لا يوجد عليها أي دليل قاطع جازم نستطيع من خلاله أن نؤكد وأن نقول أنه فعلا إسكندر أو أنه كرش أو غيره وإن كان البعض يرجح أنه كرش الكبير بصورة أكبر لكن يبقى هذا الأمر أيضا بلا تأكيد وبلا دليل يقيني كلها عبارة عن استنتاجات إذن ننطلق مع رحلة ذو القرنين في القرآن الكريم رحلته بدأت أول رحلة بدأها ذو القرنين القرآن تكلم عن رحلات ثلاث الرحلة الأولى كانت إلى مغرب الشمس هل لما وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما هل المراد بمغرب الشمس هنا هو آخر مكان فعلا على اليابسة يعني على الأرض اليابسة اللي بنمشي ونتحرك عليها تغرب عنده الشمس طبعا الأرض كروية بمعنى أنك لا تستطيع أنك تجزم بأن هذا المكان تحديدا هو آخر نقطة يابسة تغرب عندها الشمس ليه؟ لأن في وقت ما بتغرب عندك الشمس الشمس بتكون ظهرة في مكان آخر الأرض كروية فكل ما تذهب وكل ما تلف والدور ترجع مرة أخرى وهكذا وطبعا الشمس بعيدة عنا يعني الشمس مش نقطة موجودة على الأرض على أساس أنها بتظهر وتغيب مثلا من الأرض على أساس أن نستطيع أن نقول أن هنا نقطة غروب الشمس أو هنا نقطة شروق الشمس لا هذه المسألة مسألة نسبية يعني لا تستطيع طيب إذن ما المراد من مغرب الشمس؟ أنا هنا الآن وأنا جالس في مكاني لو نظرت إلى مكان الغروب الآن مثل مكان الغروب أمامي هنا المكان اللي بتغرب فيه الشمس هو ليس آخر نقطة على الأرض بل هو مكان بعيد عني ربما أن يكون مثلا في آخر حدود الدولة أو ربما أن يكون دولة مجاورة بالنسبة لنا فأجد من بعد المكان أن الشمس بتغرب عندها يبقى إذن عند احتمالين في معنى الآية إما المعنى الأول أن يكون ذهب إلى آخر نقطة كما يريد البعض أن يقول نقطة يابسة يعني هو طاف كل الأرض فذهب لنقطة معينة وقال أن هذه آخر نقطة وطبعا تبين لنا أنه لا يمكن أن تحكم على نقطة موجودة في الأرض أنها آخر نقطة لأن الأرض كروية فبالنسبة لك آخر نقطة عندك بالنسبة للآخرين ليست آخر نقطة يعني لو حسبت أنت بدأت منين فهتحسب آخر نقطة بالنسبة لك حينما تصل غيرك ممكن يبدأ من منطقة بعدك أو يبدأ من منطقة قبلك فيكون الآخر بالنسبة له بخلاف الآخر بالنسبة لك يعني مسألة فيها اختلاف شوية ليس فيها جزم وليس فيها يقين طيب المعنى القريب إيه أو المفهوم إيه القريب والمفهوم بلغ مغرب الشمس يعني المكان اللي كان هو فيه عايش فيه واللي كان بيحكم فيه مكان غروب الشمس حينما يكون جالس فيه يعني وانا جالس هنا الآن المكان اللي بتغرب منه الشمس وبشوفه واذهب إليه أعتقد أن هنا مثلا مكان الغروب عندي هذا بالنسبة لي طبعا بالنسبة لغيري بيكون مكان آخر ولغيري مكان آخر وهكذا طيب ده بيوصلنا لي بيوصلنا أنه لا يشترط أن ذي القرنين وصل للمكان البعض بيقول عنه الآن اللي هو موجود تابع للولايات المتحدة الأمريكية في جزر الهواي اللي عندها حمم بركانية بتخرج من الأرض ليه لأن البعض حاول أن يربط بين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة طب هل العين الحميئة هذه هي عيون تخرج منها حمم نارية بركانية هذا موجود في جزر هواي في الولايات المتحدة الأمريكية البعض الآخر يفسر قوله تعالى عين حميئة المراد بالعين الحميئة طين وليس النار هذا مستخدم في اللغة العربية أيضا بل وهو الأرجح وهو الأشهر اللي هو الطين يعني احنا عارفين مثلا لما بيأتي ماء على الأرض الماء هذا بيجرف طراب معه طمي معه فلما الماء بيذهب بيبقى أثار هذا الطمي لما تبدأ الأرض الماء يتبخر وينشف فيها قليلا قليلا المكان هذا بيسمى بالحماء الأرض الطينية هذه بهذه الصورة يعني بعدما الماء يذهب من عليها ويبدأ يتبخر شوية شوية هذا المكان يسمى بالحماء فلو كان المراد هذا المعنى أو هذا التفسير يبقى معناه أنها ممكن تكون منطقة قريبة منه ولا يشترط أنها تكون منطقة بعيدة جدا جدا في أقصى بلاد الدنيا اللي هي في جزر هواي في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن البعض حاول أن يربط بين تفسيره أو ترجيحه لأن ذي القرن الإسكندر فبدأ يتكلم عن العين الحميئة بصورة معينة البعض الآخر حاول أن يتكلم ويثبت أن ذي القرنين هو كورش الكبير فتكلم بأن المراد بالعين الحميئة هنا اللي هي الخلجان اللي بتخرج من بحر إيجا هذا طبعا فيه عندنا خليج هرمز وفيه خليج أزمير فيه أكثر من خليج موجودين الماء وهو يأتي ويصب في هذا الخليج وتحديدا خليج أزمير بيحمل معه طمي بيحمل معه اللي هو الطمي اللي هو الطين يعني لما الماء بيذهب بيبقى أثار هذا الطين أو يبقى هذا الطمي موجود فحينما ترى وترى الشمس تغرب فيه من بعيد كأنه يغرب في عين حميئة تماما من بعيد ترى الخليج هذا عبارة كإنه عبارة عن عين فالبعض رجح وقال إن هذا ربما يكون المقصود به كورش الكبير لكن أيضا ليس يقينيا وليس أكيدا كأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطلعنا على حقيقة اسم ذي القرنين ولا على حقيقة مكان تواجده لأن الله لا يريد مجرد عرض الأسماء ولا الأماكن ولا الشخصيات وفقط رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا المثل يريد أن نأخذ العظة والعبرة من هذه الآيات المسألة لن تفرق معنا من هو ذو القرنين حقيقة ولا ما هو المكان الذي كان يعيش فيه ذو القرنين تحديدا الفارق معنا سيكون بما فعله ذو القرنين وبما قام به ذو القرنين هذا هو الذي يفرق فهذا الرجل الملك عادل وصل إلى المنطقة التي تغرب فيها الشمس بالنسبة له فوجد فيها أناس كانوا يظلمون ومتسلطين على أناس آخرين حاول أن يتعامل معهم بالحسنة فلم يستجيبوا له فانتصر عليهم ولما انتصر عليهم قيل له يا ذو القرنين ماذا ستصنع بهؤلاء؟ هل تعذب هؤلاء؟ أم أنك ستتعامل معهم بالحسنة؟ هنا يظهر عقل وحكمة ورجاحة هذا الملك العادل لم يقل سأعفو عن الجميع ولم يقل سوعاقب الجميع بل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى إذن لماذا لم يعفوا عنهم؟ ألم يكن ملكا متسامحا؟ بالفعل كان ملك متسامح جدا بس تخيلوا أن هناك مظلومين هل من حق ذي القرنين أو من حق غير ذي القرنين أن يعفوا عن الظالم؟ الوحيد الذي يملك العفو عن الظالم هو المظلوم هو صاحب الحق فلذلك ذو القرنين لا يملك وإحنا بنتكلم في الحلقة الأولى عن حلقة ابني آدم قلنا إن القاتل إذا قتل فلا يستطيع أحد أبدا أن يعفوا عنه إلا المقتول لأنه صاحب الحق حتى حينما يأتي أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يعفوا عنه رب العالمين إلا بعد أن يعفوا عنه المقتول فالله سبحانه وتعالى لا يعفوا عن الظالم إلا إذا عفى المظلوم عن حقه هو دل لذلك نبي علمنا تحللوا الآن أي مظلمة ظلمتم بها غيركم ردوا المظالم إلى أهلها ليه؟ لأنه يجي يوم القيامة لا بد أن ترد المظالم بمعنى إن لو عندك حسنات سيأخذ من حسناتك حتى يرضى في مقابل مظلمته وإن فنيت حسناتك ما عندكش حسنات يأخذ إيه؟ يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على سيئاتك إلى أن يرضى ويقبل هذا الإنسان بأن يعفوا عنك ويكون قد رضيه فعلا لذلك ذو القرنين لم يكن من حقه أن يعفوا عن الظالم إلا بعد أن يعفوا المظلومين أو المظلومون عن هذا الظالم فلذلك كانت هذه أول رحلة التي عند مغرب الشمس الرحلة الثانية عند مطلع الشمس وليست مشرق الشمس كما قال القرآن الكريم هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى تكلمنا قبل الفاصل عن الرحلة الأولى اللي هي إلى مغرب الشمس وقلنا ما نقدر نحن نحدد تحديدا هل مغرب الشمس المراد بها آخر منطقة لأنك لو قلت آخر منطقة يابسة تغرب عندها الشمس أيضا يعني هذا بالنسبة لك بالنسبة لغيرك لا تكون آخر منطقة بل تكون قريبة منه فيأخذ مسافة أكبر منك وهكذا يعني بالنسبة لنا آخر بلاد الدنيا نقول لك والله الأمريكتين آخر بلاد الدنيا عندنا طيب بالنسبة لأوروبا ليس آخر بلاد الدنيا عندهم بالنسبة مثلا للبعدنا أو اللي قبلنا وهكذا المسألة مسألة البعد يعني نحن هنا الآن هذه مثلا دائرة نقول إنها كروية أو بيضاوية فالإنسان الآن لو حسبت النقطة من هنا ماشي آخر نقطة بالنسبة لا ستكون هنا طيب لو حسبت النقطة من هنا بتأكيد هذه ليست آخر نقطة آخر نقطة تكون خلفي وهكذا فالمسألة النسبية إذن الرحلة الثانية كانت إلى مطلع الشمس القرآن الكريم يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا للقرآن الكريم معبرش بمغرب الشمس ولكنه قال بمشرق الشمس في الآية الأولى قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس ليه في الآية الثانية ما جلش حتى إذا بلغ مشرق الشمس زي ما جال في الآية الأولى قال مطلع الشمس طبعا البعض تكلم عن مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية فأراد أنه يخطئ القرآن ويقول لك إزاي أن الشمس تغرب في عين حمية وبعدين الشمس مش هي اللي بتغرب إحنا عارفين أن ليست الشمس هي التي تدور حول الأرض بل الأرض هي التي تدور حول الشمس لأن الأرض تابع للشمس وليست الشمس هي التي تابعة للأرض هذا المصطلح الذي ذكره القرآن الكريم مسألة المشرق ومسألة المغرب المصطلح القريب من أذان وأفهام الناس والمعروف لا أقول الناس الأقدمين بل مازال إلى الآن إلى الآن نقول المغرب ونقول المشرق نقول الشرق ونقول الغرب إلى الآن مع أن المفروض ألا نقول أن الشمس تشرق أو الشمس تغرب إحنا اللي بنتحرك الشمس لا بالنسبة لنا أحنا لا تتحرك إحنا اللي بنتحرك وندور حولها لكن يبقى هذا المصطلح أنه المصطلح المستخدم سواء حتى في الدوائر العلمية أو حتى في الدوائر الأدبية في كل الدوائر طيب القرآن لم يقل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وهي تغرب في عين حمية لأنه لو قال وهي تغرب في عين حمية أي ببيؤكد أنها تغرب في عين حمية إنما هو قال إيه؟ وجدها تغرب في عين حمية يعني القرآن يحكي ما وجده ذو القرنين القرآن يحكي نظر رؤية ذو القرنين يحكي وجهة نظر ذو القرنين وليس يحكي حقيقة علمية تحدث يعني ممكن تقول والله لا الآية هنا لا تستقيم لو القرآن قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وهي تغرب في عين حمية يبقى القرآن بيؤكد وهي تغرب حقيقة يثبتها القرآن وهذا لا يحدث إنما القرآن الكريم تكلم عن وجهة نظر ذو القرنين كإنسان طبيعي يرى الشمس وهي تغرب فالشمس تبتعد تبتعد أحيان كثير لما أنظر للجبال أشوف الشمس كأنها تختفي وراء الجبال مثلا لو أنظر للبحر أرى الشمس وهي تختفي في البحر فكأن الشمس حينما أراها أراها تغرب في البحر أراها تغرب وتختفي وراء الجبال وهكذا نظرت الناس فالقرآن يحكي ما رآه ذو القرنين وما وجده وما عاينه بعينه وجدها تغرب في عين حمية حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا البعض يقول لم نجعل لهم من دونها سترا يعني هؤلاء لم يكونوا يستخدموا بيوت تقيهم حر الشمس والبعض يقول أنهم كانوا لا يستخدمون الملابس يعني كانوا يمشون عرايا لا يعرفون استخدام الملابس فلذلك لم يكن هناك بينهم ستر وبين الشمس وهناك رأي حديث يتكلم بشيء عجيب يقول لها المراد أن المنطقة هذه التي هو كان فيها هي منطقة لا تغرب فيها الشمس أبداً يعني منطقة الشمس موجودة فيها 24 ساعة منطقة الشمس موجودة فيها 24 ساعة أي في العالم؟ نعم في مناطق يمكن لعلكم سمعتم ونحن في شهر رمضان أن في بعض الأماكن النهار بيمتد فيها ما يزيد على 20 ساعة فربما هذا والله أعلم ربما أن يكون المقصود لم نجعل لهم من دونها سترا يعني أنها لا تغيب عنهم بل تظل موجودة دائماً القرآن لم يحكي ما فعله ذو القرنين مع هؤلاء ماذا حدث؟ عمل ذو القرنين معهم كيف تصرف معهم؟ لم يحكي تفصيلاً لكن إجمالاً القرآن الكريم قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة يعني كما فعل مع القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس فعل أيضاً مع القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس يعني بمعنى أنه نفعهم أنه خدمهم قدم لهم ما يحتاجون إليه من خدمات ربما أن يكون كان فيهم ظالم انتقم من هذا الظالم وانتصر للمظلومين ربما أنه ساعدهم على أن يبنوا البيوت من أجل أن يتقوا حر الشمس علمهم كيف يلبسون الملابس من أجل أن يقوا أيضاً أنفسهم من حر الشمس ومن برد الشتاء وهكذا فالقرآن الكريم يترك لخيالك العنان في أن تفكر شخص عادل عنده من كل الأسباب يستطيع أن يعلمهم الزراعة يستطيع أن يعلمهم الصناعة يستطيع أن يعلمهم كل سبل الإنتاج والحصول على الطعام والشرب حفر الآبار إلى غير ذلك أي شيء يحتاجون إليه ممكن أن يعلمهم لأن عنده من كل الأسباب القرآن يترك لك تخيل قوم بدائيين يعني حتى إنهم لم يعرفوا الملابس لم يعرفوا اتخاذ البيوت فمعنى ذلك أنه بدأ يجلس بدأ ينظمهم يهذبهم يعلمهم كيف يلبسون البلابس ثم بعد ذلك كيف يتخذون البيوت ثم علمهم الوحدانية كيف يعبدون الله وحده لا شريك له وعلمهم الإيمان ودعاهم إلى الإيمان وآمنوا بالله سبحانه وتعالى لأنهم رأوا في هذا الإنسان إنسان ملك عادل بالفعل إنسان لم يطمع في أي شيء عندهم لم يريد أن يأخذ منهم أي شيء لم يأتي إلى بلدانهم من أجل أن يسلب خيراتهم بل كان الغرض أنه يريد أن ينفعهم أنه يريد أن يقدم عفوا أن يقدم المشورة بالنسبة لهم أن يقدم لهم الخدمات التي يحتاجون إليها إذن الرحلة الثانية والتي كانت إلى مطلع الشمس مطلع الشمس هذا كما قلنا إما أن هؤلاء لم نجعله من دونيا سطرة لم يكونوا يعرفون الملابس أو أنهم لم يكونوا يعرفون البيوت ما كانوا يسكونوا في بيوت أو أن الشمس دائما تشرق يعني موجودة عندهم باستمرار فلا يوجد أي اختفاء لها يعني لا تستر عنهم لا تغيب عنهم هذه الشمس بل تبقى معهم فترة طول حياتهم وطول ما هم موجودين فيها فأقام ذو القرنين معهم فترة رتب أمورهم علمهم كيف يبدون البيوت علمهم كيف يخيطون الملابس دعاهم إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تركهم وانصرف وبدأ ينضي من أجل أن يذهب إلى رحلة أخرى رحلاته كانت كثيرة طاف البلاد كلها مشرقا ومغربا الأن بينتقل إلى أكبر رحلة فيها إثارة منطقة غريبة فيها مجموعة من الناس تتعرض لظلم من قبل مجموعة أخرى ماذا يصنعون معهم؟ يقفون أمامهم؟ يأتون مثلا يأخذون بأسباب القوة يأتون بأسلحة يأتون لم تنفع مع هؤلاء أي وسيلة من الوسائل التي توقفون ليه؟ لأنهم يأجوج ومأجوج وما أدراك ما يأجوج ومأجوج هؤلاء هم فعلا من نسل نوح عليه السلام يعني سيدنا نوح كله من الأولاد سام وحام ويافث المؤرخون يقولون أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح عليه السلام يعني يرجع نسبهم إلى يافث ابن نوح عليه السلام ما طبيعة يأجوج ومأجوج وما طبيعة السد الذي بناه ذو القرنين وهل سيخرجون في آخر الزمان أم أنهم لن يخرجوا إن شاء الله هذا يعني حدثنا في الحلقة القادمة عن هؤلاء القوم خاصة أنهم ذكروا في القرآن الكريم في غير هذا الموضع نحن عندنا موضع سورة الكهف وعندنا موضع آخر عندنا موضع آخر في القرآن الكريم يحكي عن طبيعة يأجوج ومأجوج وكيف أنهم يأتون من كل حدب ينسلون يعني يخرجون مسرعين يأخذون يأكلون يدمرون كل شيء موجود أمامهم ما طبيعة هؤلاء وما حقيقتهم وهل هم فعلا ظالمين هل هم فعلا يستحقون العزل والطائفة التي تركت بالجانب الآخر يعني بجانب السد تركوا فسموا بالأتراك بعد ذلك نسبة إلى هذا أم أن هناك كلام آخر حول هذا الموضوع بإذن الله سيكون هذا موضوع حلقتنا القادمة نتمنى أن نكون تعلمنا من أول رحلتين من رحلات القرنين وكيف أنه قام بالعدل وكيف أنه كان متواضعا لربه وكيف أنه لم يطغ أبدا ولم يظلم ولم يغتر في نفسه بسبب النعم التي أعطاه الله وبسبب القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها بل كان متواضعا لله فهذه رسالة لكل صاحب نعمة لكل صاحب قوة لكل صاحب منصب لكل صاحب جاه لكل صاحب سلطان لابد أن تكون لك قدوة في هذا الملك العادل وأن تقتدي به وأن تتعلم منه وأن تعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن ما مكنك الله فيه من النعم هو الخير والأفضل بالنسبة لك فلا تنظر أبدا إلى ما في يد الآخرين ولا تحاول أن تظلمهم ولا أن تعتدي عليهم بل حقق العدل بين الناس فالله سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا بالعدل والسماء رفعها ووضع الميزان قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بلقاء جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة